أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن أمن وسلامة الطيران وانسيابية الحركة الجوية أولوية أساسية لدى مملكة البحرين عملت على تنفيذها بكفاءة واقتدار وحافظت عليها واقعا وممارسة على مدار السنين في إطار من الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعايير المعمول بها من قبل مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو وشدد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على أن مملكة البحرين تعمل مع مجلس المنظمة لوضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان سلامة الحركة الجوية الدولية في المنطقة منوها إلى أهمية التوافق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية على أي تعديل للخطط الإقليمية للملاحة الجوية أولا ثم بالتنسيق الوثيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني وأوضح في تصريح له بعد الاجتماع مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تأكيده بالعمل خلال الفترة المقبلة مع رئيس المنظمة وجميع الدول الخليجية المعنية بهذا الشأن لتقديم خدمات ملاحية تتسم بأعلى قدر من السلامة والكفاءة وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن تعديل الخطط الإقليمية وإعادة ترسيم حدود الأقاليم والأجواء مسائل فنية يتم التوافق عليها من قبل الدول الخليجية واعتمادها من قبل مجلس المنظمة والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تقوم بإدارة إقليمها لمعلومات الطيران وبتفويض من الإيكاو منذ عام 1959 تمكنت خلالها من تقديم خدمات جوية متميزة نالت استحسان المنظمة وشركات الطيران المستخدمة لهذه الأجواء ويعتبر إقليم معلومات الطيران مجالا جويا محدد الأبعاد يتم فيه تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات حسب المقاييس والتوصيات الصادرة عن المنظمة مع ترسيم حدود أقاليم معلومات الطيران بالتوافق بين الدول في إطار تنظيم عمليات الحركة الجوية وضمان سلمتها وسهولة إنسيابها ونوه في ختم تصريحه إلى أن مملكة البحرين تنتهج الحكمة والمهنية في التعامل مع جميع الإجراءات المتعلقة بسلامة الطيران المدني وفق القواعد والإجراءات الصادرة عن المنظمة ترجمة نانسي قنقر